بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين أنا قيل مدسات الصوم الروح الكدس حطها لكي نسلك فيها دا طريق طريق للوصول إلى السماء دا في منتهى الصعوبة عشان كده ترتيب الكنيسة إن الكنيسة بتعمل لنا زي شك كده في الأيام العادية بنصحق ناكل نشرب مشتريانين فالبداية الكنيسة تقول صيام في يوم تلقى ما فيش فطار ما بنكلش قبل ساعة ثلاثة والدسات متأخر فالإنسان ينتبه ليه دا كله؟ لأن إحنا بنعبر وبعين السكة مليانة صعاب العالم والشيطان عمال يشد الإنسان للأرض يميني طلعنا بره سلطان الأرض دي الصوم دا العمل خارجي اللي زي بقولك بس مقرد الشك كده عشان إنسان روحه تنتبه طب الطريق داوت المسيرة فيه ممكن واحد يتوه حط المسيح الأساسات في بدايات الصوم أحب أعداءكم أحب أعداءكم نمر واحد احسنوا إليهم اعطوا ثلاثة لكي تكونوا أبناء العلي بردك الكلام ما يتخذش بخفة طب دا الله دا روح الله روح والله دا الخالق أبقى ابنه زي تيجي زي دي فكده الوصايا اللي تقالت نهاردة أحب أعداءكم دي مش بتاعت الناس العاديين ولا بتاعتي ولا بتاعتك مش بتاعت جسد دا خالص لأن أنا وإنت طبيعتنا البشرية مشى على الأخذ والعطاء أنت بتحبني ححبك بتعديني بعديك مكفاية مكفاية مش صعبة أبداً وإحنا داخلين الكنيسة نفتكر نقفل مش صعبة دي احترام للكنيسة كلام دا ما حصلش تاني خالص في الكنيسة أبداً ليه أنا أبقى محترم الزبيحة ومحترم الأداس ومحترمكم وأنتم متحترموش الكنيسة تليفون لازم يتقفل قبل ما نخش باب الكنيسة كلام دا ما حصلش تاني خالص فوصايا المسيح أحب أعداءكم دي بتاعة الإنسان الجديد خليقة الجديدة عشان كده كانت الأناجيل دي بتتقرى على الناس اللي حيدخلوا الإيمان ويتعمدوا فالمسيح بيقول لكم انتوا هتبقوا طبيعة تانية انتوا مش طلعين من الأرض للسماء دي طبيعة تانية يستحيل على إنسان بالجسد إنه يحب عدوه استحاله ما بتحصلش إلا لو استخدم الإنسان الداخلي طب دا جيبه منين أخدته أخدناه أخدناه بصليب المسيح وبناخده في المنولة كل يوم عشان كده بقت الآية دي بالذات دي هي المحك انت مسيحة ولا متاش مسيحة هل انت فيك الله ولا ما فيكش الله ولا أقل من كده ساعات نواربها أهو المسيق المعادي حتجنبوا بنواربها وبنزيف الحق أحبوا أعداءكم لإلا ما تبقاش مسيحي لأنه قال كده لكي تدعوا أبناء العلي طب ولما حبناهمش أبناء العالم طب كيف أحب المسيق لغاية دلوقتي كلام كلام في الهواء لا نمرة واحد لن تستطيع أن تحب العدو إلا لو إنسانك الخارجي ذاتك ماتت غير كده ما تعرفش طب و زي تموت هدي ده هو اللي بقولولك بالصوم بحط الإنسان نفسه تحت نير الكلمة وتحت نير الروح والضمير ما يفوتش على نفسه مش كده بقولك الصوم ده ده من بره باجي على نفسي جداً من باية ساعة ثلاثة فتحش بقي ليه 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 ده كله عاوز أطفي الجسد عاوز أحطه علشان أعيش بالروح أقدر أسمع وصية الإنجيل أقدر نفذها ما تأخذنيش في الكلمة إحنا كبرنا في السن كلنا وإمتى هننفذ الآيات دي؟ إمتى؟ إمتى هندعى أبناء العلي ونقف زي ما بيقول بقلب صادق ورجاء ثابت وندعو الله يا أبانا أخاف يجي في يوم يقول أنت مين؟ أنا معرفكمش قال كده ما إحنا كل يوم كنا في الكنيسة وبنصلي وأنا كنت بوعص وكنت أسيس أنت مين؟ ما عرفاكش ليه؟ مش ابني وفي واحد ما عرفش ابنه حيعرفنا إزاي المسيح؟ بالآية دي أحب أحدها أكد تاني تاني مش هنعرف نعملها وهي مش للجسد الليلة لواحد يقول لي ما أنا متخاني مش قادر أبص فيشه لا مش هتعرف تبص فيشه لازم الإنسان الخارجي ده يموت ويطلع الجديد على صورة الله الجواك مش هجيبه من بره طب أعمل إزاي بس واحد مدايق اسمع في حاجة اسمها أعمال المحبة يعني واحد أساء إليك جدا هو في دي صعب عليك تروح تواسيه في دي تقول لي يعني أبقى مراقي لا أنت بتنفذ وصية المسيح كان معايا حد مبارا يقول ده ناس تردوني من البيت خش بيتهم إزاي لا لا تنفعش تخش بيتهم طبعا ترموا تردوك لكن يعرف يخش المسيح اللي فيك ها طيب لكن ده مش رياء لا مش رياء ده تنفيذ لوصية المسيح أنا داخل البيت إكراما للمسيح طب وذاتك اللي تردت دي لا لا دي تحت المسيح أكرم أنا أكرم المسيح أكتر من ذاتي خش مرة ورا مرة ورا مرة القلوب تفتحت والعداوة راحت أحب أعداءكم ومش أقل من كده لكي ندعى أبناء العلي لربنا المجد للأبت موسيقى موسيقى